ازاي اعمل تكبير للساعة على شاشة كفل الهاتف ده موضوع حلقتنا النهاردة فاتبع معايا الفيديو ده للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي ياسمين عشور نهاردة كده هقولك ازاي نكبر الساعة على شاشة كفل الهاتف فارد قبل ما ابدأ شرح النهاردة تعملي لايك الفيديو ده لأول ما تشوف قناتي تعملي اشتراك في القناة اذا عندك اي سؤالة او الاستفسار اكتب لي في التعليقات söyle بنا هنروح مع بعض كده على الضبط او كلمة الاعدادات عندك على الموبايل بتختلف من موبايل لاخر ممكن تلاقيه عندك كلمه الاعدادات وممكن تلاقيه عندك كلمه الضبط بيبدأ ان انا اضغط عليه من هنا بدأ قام مس钉 legs an exemple وابدأ 오ى horrible الشاشة الكفل ببدأ ان انا اضغط على شاشة الكفل من هنا بدأ ان انا اضغط هنا هتلاقي شاشة الكفل والتطبقات المصغرة وانا بضغط على شاشة الكفل وبختارها لما بتضغط عليها طبعا هنا بيجي لك الشكل ده وممكن انت تبدأ تغير الساعة بتاعتك تمام لما بتضغط على الساعة لبتظهر لك فيه هنا انواع الساعات كنا تكلمنا عنها قبل كده زي ما انت شايفين بالشكل ده فانا بختار الساعة المفضلة لي وبعد ما بختارها بابدأ ان انا اضغط على الساعة كده وعندك هنا اللي هي النقط البيضة دي بابدأ ان انا اكبر النقط دي بفتحها للاخر وابدأ ان انا احدد مكانها لان عاوز المكان بتاعها فين بالزبط بابدأ احدد المكان هنا برضو اللون بتاعها بتبدأ ان انت تشوف اللون اللي انت عاوزه بتبدأ تحدده وبتعمل كلمة تم من هنا بتبدأ تحدد اللون وبتضغط في مكان فاضي وبتبدأ ان انت تكبر على قد ما تقدر من النقطة اللي تحت دي او دي ما فيش مشكلة وبابدأ ان انا احدد المكان بالزبط اللي انا عاوزها هتبقى فيه مين او يسار كده زي ما انت شايفين اهو وبابدأ اضغط على كلمة تم من اعلى تضغط على كلمة تم كده انا ثبت لانا عملته تطبيق تغيرات على شاشة الكفل وبس كده عندك اي سؤال اقصد فصار اكتب لي في التعليقات انا برض على كل التعليقات اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته